تشارك الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار التعافي تحت راية نزاهة متحدون على مكافحة الفساد تحتفل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية باليوم العالمي لمكافحة الفساد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام تحت شعار التعافي تحت راية نزاهة متحدون على مكافحة الفساد ويأتي هذا الشعار ليعكس إصرار مملكة البحرين على المضي قدماً في جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد والحفاظ على المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسؤولية انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد التي تكون سنوياً لمدة شهر كامل تنطلق في التاسع من ديسمبر تحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج اللي من ضمنها المعرض التعاوي لمدة أسبوع كامل وأيضاً الإعلانات التعاوية في الشوارع والرسائل الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون وقنوات التواصل الاجتماعي أيضاً عندنا السنة بحكومة الجائحة محاضرات التعاوية عن طريق الاتصال المرئي كذلك عندنا ورش عمل لموظفين الإدارة لعرض التجارب القطرية مع الدول الأعضاء وصلت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إطلاق حملتها الوطنية السنوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد بما يسهم في إذكاء الوعي وغرس قيم النزاهة في المجتمع أطلقت الإدارة العامة حملة توعوية تحت شعار التعافي تحت راية نزاهة متحدون من أجل مكافحة الفساد التي ستكون مقامة في مجمع السيف من التاسع صباحاً حتى التاسع مساء إلى تاريخ 15 ديسمبر ستضمن منشورات توعوية لتعريف الجمهور على خطورة هذه النوع من السلوكيات والجرائم على الفرد وعلى المجتمع كذلك في ركن خاص بالأطفال من أجل جذب الجمهور وتعريفهم على الخط الساخن للإدارة عملنا ما يقتصر فقط على الجانب الجنائي كذلك الجانب التوعوي فهناك خطة ممنهجة واستراتيجية تستهدف العديد بين فئات المجتمع خاصة موظفين في الغطاع العام الخاص وما ننسى طبعاً طلبات المدارس والجامعات بهدف قرص قيم النزاهة مبادئة شفافية في المجتمع طبعاً هاي البرامج وهاي التوعية من خلالها احنا نعرف عن الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد ونكسب ثقات الجماهير أن تقدر أن يتبلغ عن أي ممارسة الفساد ممكن أن يشفونها وتعاونون مع السلطات المعنية مكافحة الفساد لأن طبيعة جرائم الفساد صعب أن الواحد يكتشفها ولأفراد المجتمع دور رئيسي بارز لا يقل أهمية عن دور الجهات الرسمية فالمواطن بوعيه قادر على المساهمة في القضاء على الفساد وحماية نفسه من أي ابتزاز والله من أول ما دخلنا فيه ترحيب الشيء حدنا فيه ركن حيق الأطفال وهي الهم شيء وبعد فيه توعية واستقبلونا وخاذوا استفساراتنا وعاوننا على الخط الساخن ونحن هاي الخط ممكن نستخدمها في استفسارات أو حتى في شكاوي وهكذا فإن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مستمرة في جهودها للحث والتشجيع والمساعدة للإبلاغ عن أي موارسات أو تجاوزات أو ضرر والعمل على خلق الوعي بالقوانين والأنظمة الوطنية المتبعة لمكافحة الفساد